أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم وجاحد إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن هذه الآية الكريمة من أروع آيات القرآن الحكيم وكل آيات القرآن رائعة إنها ترسم لنا معالم الحركة النبوية الخاتمة تلك الحركة التي بشر بها الأنبياء السابقون عليهم السلام وجعلوا الأمم تترقبها كما تترقب الشمس حين يبزغ نورها ليشق الظلام إنه الرسول الأمي أي المكي الذي يشع اسمه صريحا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل غير المحرفتين وهو الرسول الذي تكون معالم حركته بحسب ما بشرت به تلك الكتب المقدسة ثلاثة معالم أولا أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فكل ما فيه ارتقاؤهم وتكاملهم يكون هذا الرسول دائما الدعوة له أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا حتى يعالج المرضى من حوله غير منتظر لأن يأتوه بل يأتيهم هو ويدور عليهم كما وصفه أمير المؤمنين صلى الله عليه بقوله طبيب دوار بطبه صلى الله عليه وآله هذا أولا وأما ثانيا فإنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيطيب بذلك نفوسهم وأرواحهم وعقولهم وأبدانهم حتى يبين لهم أي غذاء يطلبون سواء كان غذاء للنفس أو الروح أو العقل أو البدن حتى يتجنبون الغذاء الخبيث والدواخل الخبيثة التي تخبث نفوسهم وأرواحهم وعقولهم وأبدانهم ومن تلك الطيبات ولعله رأسها أخذ العلم من أهله ومن تلك الخبائث ولعله أيضا رأسها قول من خالف كما جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلى الله عليه هذا ثانيا وأما ثالثان فإنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الإصر هو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه عن الحركة بسبب ثقله كما تأصر السفينة حين توضع أثقالها في قاع البحر أما الأغلال فهي جمع غل وهي القيود التي يغل بها المرء في رقبته في يده كسلاسل من حديد مثلا تجعله ذليلا أسيرا سجينا هذه الآصار والأغلال التي جاء هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله لفكها ووضعها عن ظهور وأعناق الناس حتى يجعلهم أحرارا يعيشون الحرية يتنفسون هواء الحرية والحرية هي أن تكون عبداً لله وحده لا لغيره كما قال أمير البلاغة عليه السلام لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا سواء كان هذا الغير شيطاناً أم وثناً أم سلطاناً أم حكومة أم حزباً أم دنيا أم شهوة أم غير ذلك الحرية هي أن تعبد الله وتكون عبداً له وحده لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا الحرية هي أن تكون مسقوفاً بقوانين السماء للأرض كما أنت حين تمشي تكون مسقوفاً بالسماء للأرض وإلا إذا كنت تمشي ببدنك هكذا لكنك تمشي بسلوكك بالعكس بأن تمضي على طبق قوانين الأرض الوضعية الجاهلية فتؤثر قوانين الأرض على قوانين السماء فأنت بهذا تكون مسقوفاً بالأرض للسماء تجعل الأرض سقفاً على رأسك كمن يمشي منكوساً على رأسه مكباً على وجهه أفمن يمشي مكباً على وجهه أهداً أم من يمشي سوياً على صراط المستقيم لا عليك إن كان غيرك منكوساً هكذا لا عليك إن كانت الأكثرية تمضي هكذا كن أنت حراً وإن استلزم ذلك أن تكون غريباً وسط هذا الخلق المنكوس فقد قال سيدنا ومولانا باقر علوم النبيين صلوات الله عليه المؤمن في هذه الدنيا غريب وفي هذا الخلق المنكوس غريب في هذا الخلق المنكوس حتى يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله الذين يؤمنون بهذه الحرية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وبشر بها الأنبياء عليهم السلام الذين يؤمنون بهذه الحرية فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وآزروه أي عضدوه وعزروه أي عظموه ونصروه ببذل المهجدون وآمنوا بالنور الذي أنزل معه وهو علي والأئمة من ولده عليهم السلام كما جاء في الأحاديث الشريفة هؤلاء هؤلاء هم الأحرار هم المفلحون يفلحون في الدنيا والآخرة يكونون أحرارا في الدنيا والآخرة يكونون سادة في الدنيا والآخرة هل نحن كذلك أحسب أكثرنا غافلين غير مستشعرين لحقيقة أن السيادة لغيرنا وأن العلو لغيرنا وما نحن وسط خضم الأمم بشيء كيف لا ولا تزال مقدساتنا مدمرة محتلة كما في البقيع مثلا كيف لا ونحن لا نزال نقتل ونعذب ونطهد ونستباح كيف لا ونحن لا نملك أزمة الأمور في بلادنا ويسودنا غيرنا كيف لا وكيف وكيف لا أظنني بحاجة إلى أن أعدد الصور واقعنا الأليم وأكثر ما يؤلم فيه أننا استمرأناه وهضمناه وتكيفنا معه حتى صار هذا الواقع لنا عادية لا نتطلع إلى تغييره بل إذا دعا أحد منا إلى تغييره رمقته نظرات الاستهجان وسلقته ألسنة حداد وكأنه يدعو إلى تبديل الفطرة مثلا ما الذي جعلنا نستعذب العذاب والهوان إنها تلك الآصار والأغلال التي قيدنا بها أنفسنا وحرمنا بها أنفسنا من الحرية والسيادة أثقال من الماضي ورثناها في غفلة عن أنها ليست بواجبة ولا محتومة علينا بل ورثناها إما لقصور أو تقصير قصور أو تقصير ممن سلف منا وها نحن بدلا من أن نزيحها عن طريق استعلائنا ونهضتنا كما دلت عليه تعاليم نبينا وإمتنا عليهم السلام فإننا بدلا من ذلك نورثها إلى من يخلفنا ليبقى هذا الإنسان الشيعي أبد الدهر مغلولا مأصورا مظلوما مغبونا محروما من حقوقه يداس على كرامته ويطلب منه مع ذلك أن يفرح ويبتهج كلا بيني وبين الله تعالى لا أجد نفسي مفروغ الذمة إن شاركت في بقاء هذه الحال لن أقبل بأن أشارك في بقاء الإنسان الشيعي سجينا لأفكار ومفاهيم مغلوطة ما أنزل الله بها من سلطان فتتعطل طاقاته الجبارة أو تتبدد فيما لا طائل من ورائه فتضيع هذه الفرصة الحضارية العظيمة التي إن انتهزتها الأمة الشيعية لاستعادت السيادة على هذا العالم ولقربت حتما من اليوم الموعود حيث يظهر مهدي آل محمد صلوات الله عليه ليقيم دولة الحق والعدل وليملأ الدنيا قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورة ألا ليت قومي يعلمون ليتهم يعلمون أننا على مقربة من عالم يكون فيه الإنسان الشيعي سيد نفسه حرا مقتدرا عزيزا لا يعلو عليه أحد إننا على مقربة من هذا العالم لماذا لأن مفاتيح تكوينه بأيدينا قد جاءت بها تعاليم وأمتنا عليهم الصلاة والسلام نحن على مقربة منه لأنه مضافا إلى ذلك هذا العالم الحالي يعيش مخاضا رائعا تندك فيه الحضارات بعضها ببعض وتتطاحن فيه القوى وتموج فيه التيارات ومع ذا هو مخاض رائع لأنه لا محالة سيفضي إلى عالم جديد يخضع فيه الجميع للأقوى والأعز والأعلى كما هو الحال في كل مرحلة دكاك حضاري من مراحل التاريخ الإنساني وإذا أدركنا أننا الأقوى والأعز والأعلى أو قل إذا اكتشفنا حقيقة ما ينطوي عليه تراثنا الحضاري من هذه المقومات التي تؤدي إلى ذلك المقومات المؤدية إلى أن نكون الأقوى والأعز والأعلى إذا اكتشفنا حقيقة ما نمتلكه من موارد هائلة وطاقات جبارة إذا أدركنا ذلك واكتشفنا ذلك ثم دخلنا هذا المخاض الحضاري بطموح وبعزم وبثبات فإن النتيجة لا محالة ستكون لصالحنا إن لم نغدب عيد انتهاء المخاض القوة الأولى فلا أقل من أن نحجز لأنفسنا مقعدا وسط القوى الكبرى وبين السادة الكبار في هذا العالم ثم إذا مضينا على المنهجية الاستعلائية النهضوية ذاتها فلن نلبث حتى نغدو القوة الأولى المهيمنة على هذا العالم ويتوج ذلك حتما بظهور سيد هذا العالم بل العوالم مولانا صاحب الزمان الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما وعجل الله فرجه الشريف إن هذا أيها الإخوة ليس حلما خياليا وإن كان من حق الإنسان الشيعي أن يحلم على الأقل كم من حالم تحقق حلمه ودوننا ذلك اليهودي تيودور هيرتزل الذي عاش ذليلا حقيرا لكنه كان يحلم يوما ما بدولة يهودية عظيمة تتحكم في العالم كان يحلم بأن يتحرر قومه من الذل والاستعباد والاستحقار الذي ضرب عليهم آلاف السنين وأن يجتمعوا بعد الشتات ويصبحوا سادة العالم كان يحلم فتحقق حلمه وإن مات قبل ذلك أكرر إن هذا الذي نقوله ليس حلمان وليس تنظيرا خياليا إنه رؤية تعتمد على ما وعد الله المؤمنين أن يكون هم الأعلون قال تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مهما حاولت جبهات الكفر والخلاف والضلالة في منع التفوق الحضاري الشيعي مهما جهد أعداؤنا في محاربتنا بحيلهم فإنهم لن يفلحوا سيكون النصر حليفنا حتما لأننا الأعلون انظروا حينما خاض النبي العظيم موسى بن عمران صلوات الله عليهما حينما خاض التحدي مع الجبهات المناوئة له حينما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فخيل للناس من سحرهم أنها تسعى هنا جاء الوعد الإلهي لموسى عليه السلام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى هذا وعد إلهي لموسى عليه السلام وعد إلهي بماذا؟ بالنصر بالتفوق لأنه الأعلى بمثل هذا الخطاب الذي خاطب به الله تعالى موسى عليه السلام بمثل هذا الخطاب خاطبنا الله تعالى حين قال وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُوا الْأَعْلَوْنِ لموسى قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ولنا قال وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُوا الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إذن هذا وعد من الله تعالى لنا بالنصر والتفوق وأن نكون الأعلى لكن بشرط أن نكون أولا مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين حقيقيين المؤمنون إذا عملوا بإيمانهم لن يعلوا عليهم أحد حتى في الدنيا لن يكون لأحد عليهم سبيلا هكذا قال الله تعالى وَلَا يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا المؤمنون إذا عملوا بإيمانهم ستكون العزة لهم والقوة العظمى لهم مصداقا لما بشر به سبحانه حيث قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذا إن تطلعاتنا نحو أن نغدو الأمة المهيمنة على الأمم في مرحلة الاندكاك الحضاري التي نعيشها هذه التطلعات هي تطلعات معقولة مشروعة لا خيالية غاية ما هناك أنه يجب علينا أن نعمل بإيماننا لا أن نحتفظ به في قلوبنا فقط فإيمان بلا عمال ليس بإيمان كم نحن غافلون عن أن بإمكاننا أن نعلو ونهيمن ونمتلك السيادة العظمى على هذا العالم كم نحن غافلون عما نمتلكه من منهاج نبوي معصومي عظيم إذا طبقناه لتحقق لنا ذلك إن طلب العلو والهيمنة هو من صلب ما يدعو إليه ديننا لا ينبغي أن يكون هناك دين آخر على وجه الأرض يعلو على ديننا لا ينبغي أن تكون هناك حضارة أخرى على وجه الأرض يعلو على حضارتنا لا ينبغي أن يتحكم بنا أحد بل يجب أن نكون نحن الأحرار نحن الأسياد نحن الذين نفرض على هذا العالم قوانيننا لا نفرضها بالقوة الإكراهية إنما نفرضها بالقوة الحضارية تماماً كما نرى أن قوانين الحضارة الغربية بشكل عام هي السائدة علينا وعلى جميع الأمم اليوم ولئن كان كثير من تلك القوانين قد فرض بالقوة الإكراهية إلا أنه قسم ملحوظ منها خاصة في هذه العقود الأخيرة قد جاء بالقوة الحضارية فرض بالقوة الحضارية أعني أن الغرب أبهر بتقدمه وتفوقه الحضاري بقية الشعوب فانساقت من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر إلى ثقافته العام بما فيها تلك الثقافة من أفكار وسلوكيات وأنماط معيشة صحية كانت أم رضي في ظل هذا كم هو مؤلم أن نرى أنفسنا نحن شيعة آل محمد عليه السلام منساقين أيضا لا إلى تلك الحضارة الغربية فقط بل إلى حضارات هي أدنى وأدنى وإلى ثقافات هي أخس وأخس كالثقافة البكرية مثلا حين ترى من يفترض به أن يكون ممثلا للحضارة الشيعية يتكلم من تحت هذه العمامة بمنطق بكري بل يفكر بمنطق بكري ويخشى من الأقلية وينهزم بل ينبطح أمام كل من هو غير أو آخر حينما ترى ذلك فعليك حينئذن أن تقرأ على الشيعة والتشيع السلام قد ذهب أولئك الشيعة الأبرار الذين ما كانوا يقبلون أن يستطيل أحد عليهم قد مضى أولئك الشجعان الذين بلغ بهم الإيمان مبلغ أن يتصدوا لكل مناوئ ويصكوا بالحق جبهته وإن كان سلطانا جائرا نعم رحمة الله على أولئك العظماء الذين كانوا يطبقون القاعدة الفقهية العظيمة القاعدة الذهبية قاعدة العزة والكرامة والهيمنة تلك القاعدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه من منا التفت إلى هذه القاعدة العظيمة وأجراها على حياته العملية وأولئك الذين قد يكونون ممن التفت إليها كطلبة العلم والمشتغلين بتحصيل العلم في الحوزات العلمية هل نظروا إلى هذه القاعدة بعين السعة والشمول أم أبقوها حبيسة التطبيقات المحدودة في بعض الأحكام والفتاوى المتداولة أو قل هل أدركوا مغزى هذه القاعدة ونقحوا مناطها الذي يعم سائر مجالات الحياة العملية للإنسان المؤمن أكون مبالغا إذا قلت أن أكثريتنا التفتت إلى هذه القاعدة أصلا فضلا عن إدراك مغزاها وفهمها جيدا نعم إن الفقهاء يذكرون هذه القاعدة ويفرعون منها عشرات المسائل والأحكام الفقهية لكن يبقى أن المشتغلين بالتحصيل يمرون عليها ويتذوقونها ويتذوقونها بغير تلقف للثمرة إنهم حين يسألون مثلا عن امرأة مسلمة هل يجوز أن ينكحها كافر يقولون كلا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والمرأة المسلمة تعلو على الكافر فلا يجوز أن يعلوها هو إنهم حين يسألون عن امرأة أسلمت دون زوجها الكافر ما الحكمها هنا يقولون لا سبيل له عليها لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذه المرأة تنفصل عن زوجها ما دام باقيا على كفره وتبين منه بعد العد إنهم حين يسألون عن عبد كافر أسلم عن عبد كافر أسلم هل تبقى ولاية سيده عليه سيده الكافر يقولون كلا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فهذا العبد منذ أن أسلم يكون في حكم الحر لا تبقى سيادة الكافر عليه لأنه هذا العبد قد أصبح أعلى من الكافر بإسلامه إنهم حين يسألون هل يجوز للحاكم نصب وال كافر على المسلمين يقولون كلا إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يتأمر أن كافر على مسلم إنهم حين يسألون مات مسلم وله ولد كافر فهل يرث من هذا الولد المسلم الأب المسلم هل يرث منه الولد الكافر يقولون كلا ويجيبون لجواب الإمام الباقري عليه السلام إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثون إنهم هؤلاء الطلبة هؤلاء المشتغلين بالتحصيل حين يسألون هل لكافر أن يستطيل بناؤه على مسلم يستطيل بناؤه العمراني على بناء المسلمين يقولون كلا الإسلام يعلو المسلم أعز المسلم أعلى كل هذه الأحكام ونظائرها ترجع إلى هذه القاعدة قاعدة الإسلام يعلو وهذه هي مصاديقها المتداولة تجدونها في كتب الفقه والأحكام ولكن وهذا هو الأهم ما مغزى هذه القاعدة ما هدفها ما الحكمة من ورائها ما الغاية منها إن مغزاها نفي كل ما من شأنه علو غير المسلم على المسلم فلا حكم في الشريعة يبيح ذلك هذا سلبا وأما إيجابا وهو الهدف من وراء هذه القاعدة فهو تحقيق علو المسلم على غيره تحقيق التفوق الإسلامي الهيمن الإسلامي السيادة الإسلامية فلا شيء يعلو على الإسلام مطلق ولئن كان في مرحلة من المراحل كالمرحلة التاريخية التي نعيشها الآن ثمة تفوقا وهيمنة لغير الإسلام فهذا يتطلب من المسلمين أن يستنفروا طاقاتهم وجهودهم لتصحيح هذا الاختلال المسلم الحق لا يخضع لغيره ولا يقبل بأن يعلو عليه غيره المسلم الحق لا يترك الحضارات الأرضية تعلو على حضارة السماء لا يترك الحضارات الفاسدة الرجعية المريضة تعلو على حضارة الإسلام الإنسانية المثلاء إذن ليست قاعدة الإسلام يعلو منحصرة التطبيق في تلك الأحكام الفرعية المتداولة في المتون الفقهية بل هي تعم السائر مجالات الحياة ولها آفاق تطبيقية أرحب وأوسع إنها في الواقع تدخل في كل مجال في كل ميدان في الاقتصاد مثلا يجب أن نكون نحن المسيطرين على الاقتصاد العالمي في الاجتماع كذلك في السياسة كذلك في التكنولوجيا كذلك يجب أن نكون نحن المتفوقين نحن المهيمنين نحن المتفوقين دائما ومسؤولية كل فرد منا هو الإسهام في تحقيق هذا التفوق الحضاري الشامل لأنه نداء رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يُعْلَى عليه وهو نداء الله جل وعلا الذي جعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا الله الله الذي وعد بأن يظهر دينه على الدين كله هيمن ولو كره المشركون كم هو رائع إذن أن نلتفت إلى تطبيق هذه القاعدة العظيمة بهذه الشمولية بهذا الاتساع وكم هو رائع أن نمتلك الثقة في النفس والاستعداد النفسي للتحدي الحضاري الكبير وأن نخطو باتجاه تحقيق تفوقنا الحضاري على جميع الأمام إننا يجب أن نؤمن بذلك يجب أن نؤمن من أعماق قلوبنا بأننا نحن الأعلى يجب أن نلهج دوما بهذه الآية الكريمة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فيا أيها المؤمنون يا شيعة علي أنتم الأعلون أنتم الأعلون إنكم شيعة علي علي من العلو الذي لا أعلى منه علي هذا الذي لا أعلى منه إلا الله تعالى ورسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وأنتم شيعة علي الذين لا أعلى منكم في الإسلام أنتم الذين لا أعز منكم في الإسلام أنتم قمة القمم في الإسلام إنما الإسلام يعلو بكم ولا يعلى عليه اعرفوا قدر أنفسكم اعرفوا قدر أنفسكم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلام عليه ألا وإن لكل شيء عز وعز الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء ذروة والذروة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء شرف وشرف الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء سيد وسيد المجالس مجلس الشيعة أو مجالس الشيعة ألا وإن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرض تسكنه الشيعة أو أرض تسكنها الشيعة والله يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشبا أبدا والله وهذه كلمة قوية لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية فكل ناصب مجتهد فعمله هضاء دعونا نتأمل قليلا في معاني كلام إمامنا إنه بعدما يؤكد أننا نحن الشيعة عز الإسلام ودعامة الإسلام يقول ألا وإن لكل شيء ذروة وذروة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء شرفا وشرف الإسلام الشيعة ما الذروة وما الشرف ذروة الشيء ذروة الشيء أشرف مواضعه وأعلاها والشرف هو العلو والمكان العالي فعلى هذا نحن بنص صادق آل محمد صلوات الله عليهم نحن أعلى المسلمين وأشرف المسلمين نحن ذروة الإسلام شرف الإسلام فنحن أعلى المسلمين أشرف المسلمين نحن السادة نحن الأعلون نحن أصحاب الفضل حتى على مخالفين نحن أصحاب الفضل حتى على مخالفين فلولا وجودنا نحن ما أنعم الله عليهم بشيء مما يحصلون عليه في دنياهم إنه عليه السلام يقسم على ذلك يقول والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصابوا ما لهم في الدنيا هذه الدنيا التي يتنعمون بها إنما يتنعمون بها بسبب وجودنا نحن فإن الله تعالى يرزق بالمؤمن المخالف كما يرزق بالمسلم الكافر اقتضاء لحكمته حكمته في احتياج البشر بعضهم لبعض إنه تعالى ينظر إلى مخالفين بعين الرحمة والرأف إكراما لنا نحن لذا هم دينون لنا نحن سادتهم نحن أشرافهم هذا ليس استعلاءا وتكبرا معاذ الله إنما هو بيان واقع ولا ينبغي أن يناقش في هذا الواقع عن الواقع الشرعي لماذا لأنه بعد ثبوت أن الأكرمية عند الله تعالى هي للأتقى حيث يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بعد ثبوت ذلك فلا محيص عن القول بأن الأكرم عند الله تعالى هو الشيعي لأنه الأتقى بالنسبة إلى غيره حيث التزم هذا الشيعي بأمره سبحانه في موالاة العترة الطاهرة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله التزم بأمره تعالى بالاعتمام بهم بمشايعتهم إذن هو أتقى إذن هو أكرم الأمر واضح إذا كان الأمر هكذا فما بالنا ونحن السادة الأعلون نتصاغر أمام منهم أدنى من ما بالنا نهن ونتضعضع أمامهم لماذا نقبل بأن يستطيل أحد علينا لماذا نقبل بأن يسود أحد علينا لماذا يمتلك غيرنا أزمة أمورنا ويتنعم بمقدراتنا ونقبل نحن الفتاة الذي يعطينا إياه لماذا نسمح بأن يفرض غيرنا قوانينه علينا فيتحكم لا في دنيانا فقط بل حتى في ديننا إلى متى نبقى انهزاميين أمام الآخر إلى متى نبقى نشعر بأننا أقل من الآخرين لماذا نعود أنفسنا على اهتضام ظلم وإجحاف الآخرين بحقنا لماذا نقبل بأن يستقوي علينا أحد لماذا نحن نراعي جانب الآخر ونحسب ألف حساب لكل حركة خشية أن تؤدي إلى انزعاج الآخر بينما هذا الآخر لا يراعي جانبنا مطلقا ولا يحسب لنا حسابا مطلقا أني لا أحصر المخالفة أو الآخر هاهنا بالمخالف بل أعممه إلى كل من هو آخر الشيعي في هذا الزمان مع الأسف الشديد يحسب حساب الكل ولا يحسب أحد حسابه يظلم فيسكت يسرق فيسكت يصفع فيسكت وكأنه لا قيمة له لا حق له في شيء إنما هو التابع للكبار تابع للكبار الذين يتلاعبون بمقدراته ويفرضون أحكامهم عليه ولا أريد أن أستخدم عبارات أقسى فأقول أن هذا الشيعي في نظرهم مجرد عبد من العبيد ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة ما علة تقهقرنا عن موقع السيادة والصدارة إلى حيث نحن الآن في الذيل والفناء مع أننا عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند الأئمة الأطهار عليهم السلام نحن الأكرم والأعلى والأشرف وهكذا ينبغي أن نكون في واقع الحياة الحقيقة أننا قد قتلنا في أنفسنا التطلع إلى القمة قتلنا في أنفسنا التفكير في السيادة قتلنا في أنفسنا طلب العلو إنما نسير في حياتنا على النحو السائد على النحو الجاري دون ما تفكير بالتغيير وما ذلك إلا لأننا تكيفنا مع هذا الواقع المذل بحيث لا يطرأ على بال أحد منا إلا من ندر بأنها هنا اختلالا رهيبا ينبغي إصلاحه ها هنا تراجع وتقهقر في موقع الشيعة على خريطة توازنات القوى العالمية ينبغي أن يصاحب الخلاص من هذا التراجع والتقهقر هذا لا يطرأ على بال أحد هذا لا يفكر به أحد ويرجع غياب هذا التفكير عننا بل غياب الشعور بهذا الاختلال الرهيب إلى ما بدأنا به كلامنا إنها تلك الأغلال والآصار القيود الفكرية التي فرضناها على أنفسنا وصارت جزءا أصيلا في الذهنية العامة الشيعية مع أنها طارئة فقتلت كل تطلع وقيدت كلهم لذا أيها الإخوة المؤمنون نحن بحاجة إلى تحرير هذه الذهنية من هذه القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان نحن بحاجة إلى مراجعة ولو إجمالية لثقافتنا العام لطبيعة تفكيرنا لنحدد معوقات تقدمنا لنحدد مثبتات استعلائنا ثم لنعرض كل ذلك على منهج القرآن وأعداله صلوات الله عليه لنرى هل أن التعايش مع واقعنا هذا أمر مقبول به حسب هذا المنهج أم لا إن الإنسان الشيعي في عالمنا هذا في يومنا هذا هذا الإنسان الشيعي سجين لأفكار بالية يحسبها شرعية ولسلوكيات يحسبها أخلاقية وذلك ما يعطل استعلاءه بحيث يصبح هذا الإنسان الشيعي صاحب السيادة على هذا العالم نحن بحاجة إلى تخليص هذا الإنسان وتحريره من تلك الأفكار البالية والسلوكيات الخاطئة وبعبارة أخرى نحن بحاجة إلى أن نفتح أمامه الآفاق ونعيد تأصيل المفاهيم الشرعية فيه بحيث تتبدد تلك المفاهيم المنحولة التي تراكمت على ذهنيته عبر القرون وصارت إصرا يمنعه من الحركة والنهوض لهذا سنشرع إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة من المحاضرات بعنوان تحرير الإنسان الشيعي آملين أن يوفقنا الله تعالى في نفض هذا الغبار المتراكم سنخوض أو سنجول بعون الله تعالى على محطات في الفكر العام الشيعي السائد اليوم وسنحاول أن نقيس المسافة بينها وبين محطات الفكر الإمامي الرافضي الأصيل الذي أرسل أئمة الأطهار صلوات الله عليهم دعائمة وحددوا معالمه ودعونا إلى تطبيقه على الأرض حتى نعلوا ولا يعلى علينا هذا وصل الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر